السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بهاي سلسلة المحاضرات القليلة راح نشرح موضوع الكاردياك أرثميز أوعدكم هيكون موضوع بسيط وصغير ومختصر وإن شاء الله راح تفتهموه بكل سهولة بس تحملوني بهاي المحاضرة اليوم بالإنترودكشن راح أحتي شوية حد شي نظري بس أوعدكم بالمحاضرات الجاية ما راح يكون أي ملل بالموضوع يلا خلنبدي أول شيء كاردياك أرثميز شو هتنقول أرثمية؟ لما الشيء يعبر نورمال هارثرايت نورمال هارثرايت نورمال هارثرايت لديك من 60% جوه 60% لدينا موضوع البرادية أرثمية راح نشرحها بعدياً وعدنا فوق المية اللي هو التكي أرثميز وهي راح رقز عليها بهاي المحاضرات خلندي نعرف شو الميكانيزم اللي سويت لي تكي كارديا عندي ثلاث أنواع من الميكانيزم أول شي عندي الأنكريزد أوتوماتيسيتي يعني أنتو عدكم ببالكم هذا هو النورمال باتوي يتمشي بكهرباء من الأس اي نود تنتقل ببراهل الأتريال إلى اي 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 نود بندل أوف هز رايت ان ليفت بندل برانش عن دين تروح للبركنجي فايبرس هذا هو المسار الطبيعي إنكريز اوتوماتيسيتي صير لمن وحدة من النقاط الكهربائية اللي بالهارث عدى الأس اي نود هي اللي تبدي تقوم تصدر كهرباء للقلب يعني إذا ممكن صارت عندي فالنقطة كهربائية بالليفت فانتريكل طلعت الكهرباء حيصير عندي بالإي سي جيفتش اسمه بس إذا هاي النقطة قامت طلع هواي كهرباء هواي حيصير عندي فالشي مور سيرياز مثلا فانتوكور تكيكارديا بس افتهموا الفكرة إنه انكريز اوتوماتيسيتي تصير لمن عندك نقطة رح تطلع كهرباء أكثر مما هي المفروض الطيب هذا الشي يصير لانه انكريز كاتيكولامينز بهاي المنطقة إذا كانت سينجل امبولس حيصولي اكتوبيك بيت أما إذا كانت كونتينووس امبولس حيصير عندي كونتينووس تكيكارديا مثلا بنتيكور تكيكارديا أو الأتريال تكيكارديا بأنواعها مثل ازويتي أو ممكن جونكشور تكيكارديا النوع الثاني اللي عندنا حيصير اللي هو ري انتري سيرفت اللي هو يعني أغلب الأرثمية يصير من وراها الميكانزم تعالوا يا راح تنفسهم بشون الصير شباب بعض أجزاء الهارت مانتنا مثل تشوز مثل الاتريالفنتيكور نود الهارت الكهرباء ما تنتقل بريق واحد لا تنقسم الى سبلد 2 باثويز وتنتقل بهم مثل هذا الباثويز ثاني عندي مثلا هذا اعتبروها واعتبروها فوق عندي الاتريام وجوه عندي فان العريدة هي اريد الامبلس حتى تمشي بالكهرباء بالقلب بصورة طبيعية تجيني مننا بوحدة وتطلع مننا بوحدة اريد الامبلس وحي الطب وتطلع زين باللهاي بالسبلد باثويز هالطريقة اللي ينفصلين السرعة من الكهرباء تمشي بيهن تختلف يعني هذا خاصة من خصائص الكهرباء ومالقلب الطريق اي دامح يكون طريق بطيء بينما طريق بيه دامح تمشي بيه الامبلس بسرعة عالية هذا الفرق اللي سيصير عندي between the two pathways فان نجح الامبلس نشوفه شو ستسبب هالطريقين راح مبدئيا تمشي بالطريق بيهن انه هو طريق السريع تمشي به هنا زين لما راح توصل المفترغ الطرق هنا راح تنقسم مثل ما انقسمت من جدي هنا الامبلس مثل ما جدي ميلة اسعي نود وانقسمت هما راح توصل بالاخير لهاية الاب نود هما راح تنقسم واحدة ميلة الامبلسات راح تفوت لجوه وتكمل طريقه الـ ventricle وراح تصوينه contraction طبيعي الامبلس الثاني شرح تسوي راح تكمل طريقه لقبال مثلنا مثل ما انفصلت فوق هنا جوها ما عندي اي مشكلة لما راح تكمل هنا فوق بما راح تلتسق وبما راح تنضرب راح تنضرب بالـ wave البطيئة اللي جاي من طريق اي فهنا الـ waves راح تقنسل اللخ المحصة النائية المحصة انها هي طبت wave وحدة من فوق وطلعت wave وحدة من هنا اما هاي الـ wave اللي انفصلت فوحدة صادمة هي اللخ يعني اصل ما الـ B و اصل ما الـ A صادمة واحدة اللخ وبلا اخير مصرف عندي اي امبولس ومصرف عندي اي كهربائية فقط بناتج ماتي النيزل جوه وغذالي الـ ventricle وصوالي فهي هالفكرة من الفيزيولوجي ماري انترنت البداعي خرجي نشوف ايش راح يصير بعديا بالـ abnormalities او بالـ pathological processes مثل ischemia وغيرها اهنان اصلا عندي بلوكيج بطريق واحد يعني جيت ياما امبولس ياما هالطريق نسد من اديجة ischemia وغيرها فهالطريق اهنان عندي نسد اصلا عندي بلوكيج فالمحصة انها هي بعد الامبولس ما راح تنمشي هنا هالطريق وغف فالطريق بقى فارغ المن بس الامبولس اي امبولس اي راح تيدي تتحرك باحدها هاشيف طريقه باحدها الامبولس اي راح تسمى مثل الامبولس بي راح تمشي تمشي تكمل تعصلي هنانا وكيد هنانا راح يسابيها مفطرق بطرق مثل ما حتشينه واحدة راح تكمل لي جوه راح تغذيلي الـ ventricle بشكل طبيعي هالامبولس اي اريدها بس الامبولس اللوخ المشكي هي راح تتمميل لي جوه يعني واحدة نزلت لي جوه هنا صار انفصال واحدة حتكميل لي فوق هانا ما راح تكمل فوق شباب لي فوق ش راح تسوي ما راح تلقي طريق الامبولس من بي لا ما راح تلقه راح تتمشي براحتها وتكمل مثل هاية ريت ما راح تلقي الامبولس اللوخ راح تعاكسها وراح يصادمونه راح يروحن الصرر محصلة زيرة لا نمو أنبس سوف تكمل بطريقها طبعا دائما دائما العارض او مشكلة يحدث بطريق بي بعدين راح تشيكم ماذا يحدث بطريق بي فهاي هاي هنا صار عندي بعض ناري انتري انه انبس او برتلي فوق وواحدة كمتلي جوا هاي لانريدها بس بعدين راحت دارت مننا سمو ري انتري يعني رجع الدخلات مرة ثانية فالمحصة انهاي حيصر عندي تاكيكاردية يعني هاي انبس ما لايجتي هنا حظول تنقسم تجعلي فوق مبارا راح تكمل من نانا وهي راح ترجع مرة ثانية تنقسم من نانا وتكمل من نانا او ترجع تطي واحدة من فوق وتجي تقسم من نانا لحظة ما صار عندي باخر دوارة كاملة هاي سمو ري انتري سيركت انه الكهربائي راح تفتر وحصر عندي سيفير تاكيكاردية من مئة وعشرين إلى مئة واربعين ريت فهي هاي الميكاز ماري انتري هاي سنجي نسأل سؤال ليش دائما من طريق بينسد لان شباب احنا عدنا بالكهرباء يومان قلبي اي طريق بالكهرباء بي فاست فاكتر نجينا طريق بي سريع تنتقل بي كهرباء بسرعة بينوانا يبطيء اي طريق فاست بالكهرباء الريفراكتري بي لما تحصر شبيرة او الريفراكتري فالو حصر شبيرة فبعد هذا الطريق اذا جتي بي امبولس مرة مرة ثانية بعد ما راح تنتقل بي كهرباء وهنا صار كل ريفراكتري يعني الشحنات اللي بي صارت اه متخلي بعد يستقبل امبولس صانية بينما السلو باثوي لا حتى لو صار بي بلوك فاكفد وقت الريفراكتري بي مرة ثانية ايمتقل بي ولهذا الاي ليش من وسط هنا اي لين انطبت بي مرة ثانية انه البي الريفراكتري ما التقليل الأفروفركتوري مات عالي فبما وسط الإنبالس مننا هذا وقت كافي حتى يروح الرفركتوري تامل بي وقت كافي حتى يروح الرفركتوري تامل بي فمن وسط تلاقيه هناك قرارة تكمل طريقة فهذا عندما نشوف حينيش بلوك دائما يصير بالبي اتمنى اتمنى فهمتشون ساعة الري انتري وخيرا نكمسوها الثالثة والاخيرة هي يسموها التريجرد اكتيبيتي هيصير بالمرضى اللي عندهم أكيوت كوروناري سندروم مثل الأم آيل والأنجيني هنا راح يصير عندك منطقة بالهارت healthy ما بيهشي ومنطقة بيها اسكيمية هاي المنطقة اللي بيها اسكيمية هيكون بيها incomplete depolarization or repolarization يعني الaction potential راح يصير بيها بالكارديوميوسايت بشكل مطبيعي فهيكون عندي abnormal pattern of contraction هيصير اكتر شي بالميوكارديوميوسايت ممكن يسوي لي ارذمية خطيرة مثلا بالبنتيكورتكيكارديوميوسايت ممكن بيها 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 ممكن حتى باقيها يسويها مثلا ال腿 نجي هسا على clinical presentation شون راح يجيك المريض او الكارديوميوسايت بشكل عام هيجي باكثر شي حيجي يقولك انا عندي خفقان او قلبي يدوك سريع هاي اكثر شي ممكن المريض يجيك اسمتماتيك يعني هو عنده جاعة متغير شي وانت صدفة لقفته عنده تكيكارديوميوسايت حسيتها لانه من قاسية pulse rate ممكن المريض يجي يقولك انا عندي chest pain صدري ديواجعني او ممكن يجيك اخطر شي بعد انه سينكوبي صار عنده ارذمية صار عنده سينكوبي ممكن نوبات بالبردي ارذمياز يجي عندك المريض عنده ضايخ او تعبان هايه ممكن ولو بشكل اقل المريض اللي عنده ارذمي او عنده جاك خفقان شون رح تسوي الابروتش اول شي تحكيه المريض قاعد يحكيه اوكي طبيعي يعني اي بي سي كونفيوز المريض لو قاق انكونشيس ليحكيه لو شون طاق فهي اه النقطة تشوفها كونشيس اسماتي يطمع تطمن الاي بي سي ثاني شغلة تشوفها اسأل المريض اخذ منه كويك هستري شغلتيم مهمة المريض صار عنده سينكوبي بهاي الارذمي او لا وثاني نقطة المريض عنده اسكيميك جيس بين او لا يعني انت رح تسأل المريض عنده وجعب صدره بي سوكراتس مع اسكيميك بين يعني مثلا راديتو ده جو راديتو ده هان يمشي يزي عليه ويقعد يرتاح يعني هاي ساينز تعرف هلعو عنده اسكيميك جيس بين او ما عنده هاي بالهستر نجحس على الخطوات الاهم من ذني انه تشوف الفيتل ساينز اول شغلة تميد ايدك على البلس تشوف البلس رايت ما تشقد دقيقة كاملة اهم شي بلس تحسب على دقيقة كاملة وتعرف لي شغلتين تشقد الهارت رايت والهارت رايت ريجولر لو لا هاي اول شغلة ثاني شغلة هو شغلة جدا مهمة بالإكزامينيشن اذا هي موهم خطوة تشوف البلد براجر تشقد هيفرق لي اذا عرفت البلد براجر جوة تسعين او فوق تسعين طبعا تحط للمريض بلس اوكسيميتر هم يشوف يها اوكسجين براها شوف دورة على ساينز مي هارت فيلير داري 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 فالخها فقان دي سوي هارت فيلير دي يقل الكاريديك اوتو تلولا فشوف سوي اسكولتيشن للباك شوف المريض عنده دزنية ممكن شوف جاي بي فيه اذا عندك وكت وهاي اهم الشغلات اللي سويها بالإكزامينيشن وبرها دز يسيجين المريض دز تخطيط وتحط للاي في لاين واكيد يتم سوي الادميشن زين هسه نيجي نحتي عالمنجمنت شون راح اني اسوي ديلينج وذيس بايشن بشكل عاملي كل انواع الاردمية راح نحتيها راح نقسم مرضى الى نوعين انتبهوا ياهي هيمو دانميكي انستابل تيشنس و هيمو دانميكي ستيبل تيشنس شنو دولة الهيمو دانميكي انستابلتي راح عرفها بباربع شغلات الضغط شقد المريض المريض النيولوجيكي لستيسماتي يعني كونش يصله لا المريض عنده هارت فيلير المريض عنده اسكيميك بين خنشوف فالقروب اللي هم هيمو دانميكي انستابل او شغلة هشيبهم ضغطهم الضغط اذا ضغط جوه التسعين هاعتبر هيمو دانميك انستابلتي اذا المريض صار عنده سينكوفي او المريض اجوا عنده كونفوجين هاعتبر هيمو دانميك انستابل ثالث شغلة هل المريض عنده اسكيميك تيشبين يعني انا بالهيستة اللي اخدته وباليسي جي اللي سويته عنده مايو كاديال اسكيميولا رابع شغلة واخير شغلة هل المريض عنده سين ديفلوبت هارت فيلير يعني ديزني عنده شفت عنده جي بي بي فاذا هذاني الاربع شغلات واحدة من عنده موجودة اني المناجمت ماتي راح تكون دي سي شوك الجرعة والنوع تختلف حسب نوع الارضمية زين اذا كان المريض مالتنا هيمو دانميكلي ستيبل يعني ضغطه فوق تسعين هو كونشيس ما عنده مشكلة ما عنده فالمريض اديمو سانيز ما هارت فييار ولا عنده اسكيميك تيستين هذا المريض راح نعمله بالمانوفرس وبالدراجز يعني فارماكولوجي مثل ما راح نحكي بالمحاضرات الجاية طبعا هاي قاعدة تنطبق على كل انواع الارضمية التكي ارضمية ما عنده ساينوس تاكيكارديا والأتريال مالتي فوكال أتريال تاكيكارديا هاي راح نحكيها بعدين يعني ذني ثنيا ساينوس تاكي والمالتي أتريال هاي ما راح نطيه دي سي شوك اسا انسوها المعلومة بعدين نحكيها بهالمحاضرة او بالمحاضرات الجاية حتى نسهل الشرح مالتنا راح نقسم المحاضرات الى اربع اصناف او الارضميز او تاكي ارضميز او الشي نرى راقلر تاكيكارديا نرى الارغلر تاكيكارديا براد راقلر تاكيكارديا وبراد راقلر تاكيكارديا قبل توقف الفيديو دقيقة شنه يعني براد وشنه يعني نرى نقول علي كيوار اس براد لما نشوف الكيوار اس جوريشن ماتة اكثر من ثلاث مربعات صغار يعني 120 مليسيكند زين شو نوعي الريجولر وشو نوعي الريجولر يعني المسافة بين الكيو ار اس هل هي منتظمة لو لا نشوفكم بالمحاضرات الجاية سلام